اشتركوا في القناة الجهات والهيئات ذات الصلة كما يضم المجلس عددا من الخبراء المتخصصين ورجال الاعمال ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة اخرى مماثلة ويعرض المجلس تقريرا بنتائج اعماله وتوصياته كل ستة اشهر على رئيس الجمهورية ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة انواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها والاشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار ويختص المجلس في سبيل تحقيق اهدافه بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار واليات متابعة تنفيذها بالتنصق مع الوزارات والجهات والاجهزة المعنية ومراجعة وتحديث الاولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة واعداد التوصيات المتعلقة بالاطر الفنية والادارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة واقتراح سبول التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة انواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتبعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية الى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها والتوعية باهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال ودوره في دعم الاقتصاد القومي وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ما قبل الجامعي والجامعي وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنصيق التي تضمن كفاءة تحقيق الاهداف المخططة الى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حصن اختيار المسؤولين عن العملية التعليمية ما قبل الجامعي والجامعي وكذا المسؤولين عن منظومة البحث والابتكار وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية بالإضافة الى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي للتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنبغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة مرحلة الاكتشاف مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن مرحلة الاستفادات من مجالات البحث والابتكار بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليا فضلا عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار بحسب الأحوال حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بمجاب القوانين أو القرارات المنظمة لها بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها تقدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس تم فتح حوار مجتمعي بشأنه مع مختلف الجهات المعنية والأمانة الفنية للحوار الوطني وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتم الأخذ بالملاحظات التي وردت في هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم وذلك بمناسبة عيد الأطحى المبارك وحدد مشروع القرار الفئات التي يشملها القرار كما حدد المشروع عددا من الشروط للعفو عن المحكوم عليهم وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020 الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم جامعة المنصورة الجديدة وذلك بتعديل مسمى كلية المعاملات القانونية الدولية الواردة بالمادة الرابعة من القرار ليصبح كلية القانون وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على ذلك تقدر الإشارة إلى أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق ربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية مستفيدة بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام لأحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وذلك بإنشاء كلية العلوم بجامعات مدينة السادات التي يأتي إنشاؤها استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن وذلك لكون إنشاء كلية العلوم يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته إلى جانب أن إنشاء الكلية يتيح لها المشاركة في حل مشكلات علمية تواجه الصناعة وتلبي مخطط الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة كما ستقوم بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم الدراسات والاختبارات والاستشارات كما أن إنشاؤها يعد ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة وحاجتها للتخصصات كلية العلوم لتخدم تلك التخصصات الكليات القائمة وغيرها من الكليات المزمع إنشاؤها مستقبلاً بالقطاع الطبي والهندسي بالإضافة إلى رفع تصنيف الجامعة وفق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان والمجلس الطبي المصري مع بنك المعرفة المصرية للترخيص باستخدام دائم لبرنامج الأسئلة شاملاً الدعم الفني وذلك لمدة عام ويأتي هذا التعاقد في إطار الرغبة في مواكبة أحدث منهجيات العصر الحديث في مجال التدريب المهني وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية والاستفادات من إمكانات بنك المعرفة الذي أصبح من أكبر المكاتب الرقمية في العالم بفضل ما يمتلكه من برنامج EE-Test بما فيه من أكواد المصدر والبرامج والمواد ذات الصلة وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات بشأن التعاقد وفقا لأحكام المادة الثامنة والسبعين من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وتضمنت الطلبات الموافقة على تعاقد الهيئة المصريات العامة للمعارض والمؤتمرات لتوريد وتركيب سلالم كهربائية بغرض استغلال منطقة العرض الميزانين والكبري وكذا الموافقة على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على إنشاء الدور الثالث بالمستشفى الرئيسي بي زيروان بالمجمع الطبي الجديد بأرض الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة كما تضمنت الطلبات الموافقة على التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوفير بعض الاحتياجات اللازمة للإدارة الهندسية ومركز الترميم وإدارة الحركة والنقل بهيئة المتحف المصري الكبير وكذا تعاقد جهاز حماية المستهلك لتأهيل وتجهيز مقرات الجهاز بمختلف المحافظات اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقرية رقم 11 على 24 على 2024 بتاريخ الثاني عشر من مارس 2024 المتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكانية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين والإجراءات المنظمة لها وتضمن ذلك القرار تعديل بعض القواعد ومنها قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذو الهمم وقواعد تبديل الوحدة السكانية المخصصة وأخيرا ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكانية وجاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقري والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي سكل كل المصريين تيسيرا على المواطنين وبما يتوافق مع رؤية الدولة عشرين ثلاثين للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترصيخ مبادئ العدالة وضبط النمو السكاني ومنح مزايا تفضليات للأسر الأقل عددا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم مئة وتسعة وثمانين بتاريخ الأول من إبريل الفين واربعة وعشرين على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراض لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لعدد أربعة وثلاثين شركة وذلك بمدن القاهرة الجديدة وضميات الجديدة وأكتوبر الجديدة وبدر والعبور والعاشر من رمضان والسويس الجديدة والشيخ زايد لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني وتجاري 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 إداري وعمراني متكامل ترفيهي تجاري سكني فندقي تجاري إداري سكني تجاري إداري طبي عمراني استثماري صناعات غذائية صناعي مخازن معد الغذائي والدوائي مجمع ورش صناعة الملابس الجاهزة اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزرية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم مائة وأربعة المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من أبريل الفين واربعة وعشرين وذلك لعدد ثلاثين موضوعا اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزرية المنعقدة بتاريخ السابع من مايو الفين واربعة وعشرين بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروعات الجارية وذلك لعدد سبعة وثلاثين مشروعا لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظات أسيوت وأسوان والبحر الأحمر ومكتبة الإسكندرية وصندوق التنمية الحضرية اعتمد مجلس الوزراء محضر يجتمعي اللجنة العليا للتعوضات رقم سبعة وستين بتاريخ رابع والعشرين من أبريل الفين واربعة وعشرين ورقم ثمانية وستين بتاريخ السابع من مايو الفين واربعة وعشرين بشأن عقود المقاولات والتوردات والخدمات العامة وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع وزارة الانتاج الحربي لتنفيذ وإنشاء وتوريد مصنع لتدوير المخلفات محلي الصنع بطاقة ستمائة واربعين تن في اليوم على مساحة سبعة عشر فاصل ثمانية من عشرة فدان بمنطقة شبرامنط بمحافظة الجيزة ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية تبقى للمواصفات المعتمدة والاشتراطات البيئية ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات الوطنية لمعدات تدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة بهدف التوسع في معالجة كمية المخلفات الكبيرة التي يستقبلها موقع شبرامنط يوميا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملكة للدولة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وذلك لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى ثمانية وسبعين ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين فاصل اثنين وثمانين من مئة فدان ناحية محافظة طيبا نسويف والمينيا بينما تبلغ القطعة الثانية خمسة وثمانين ألف ومائة وستة وسبعين فاصل ستة وتسعين بالمئة فدان ناحية محافظة أسوان على أن تقوم المحافظة المعنية أو أي جهة حكومية أخرى بتسليم الجهاز جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النافع العام عن مساحة واحد فاصل ثلاثة وثمانين من مئة فدان من الأراضي المملكة للدولة ناحية محافظة الجيزة على أن يعاد تخصيصها لصالح هيئة المتحف المصري الكبير على أن يعاد تخصيصها لصالح هيئة المتحف المصري الكبير وذلك في إطار تنفيذ مشروع الممشى السياحي الذي سيربط بين المتحف وهضبة الأهرام ترجمة نانسي قنقر